هل هو المهاجم الذي يتناسب مع طلبات أو متطلبات مرسل كولر؟ قبل ما نروح لهل هو المهاجم ولا لأ هنشوف كولر في كل الفرق اللي ضربها كل الفرق اللي ضربها وهاخد آخر تجربتين اللي هم كانوا تجربتين طوال سأقوموا على بازل أو مع منتخب النمسا بنتكلم على سيدة سبع سنين المهاجمين اللي كانوا بيلعبوا مع كولر كانت شكلهم عامل إزاي كانوا مهاجمين مواصفاتهم عامل إزاي رقم واحد واثنين وثلاثة مهاجم طويل قوي يجيد اللعب بالرأس يجيد استخلاص الكرات الهوائية يجيد التحرك في المساحات ده راس مال نطلع دول أمثلة للمهاجمين اللي لعبوا مع الراجل حا مش بنتكلم هنا بنتكلم على طلباته وأنا هنا في البرنامج قلت مرة واثنين وثلاثة الراجل عايز مهاجم كلاسيكي جوه البوكس العايز مهاجم بيتحرك ولا بيشتغل مع الفرقة لهو بيقدر يعمل ده كويس وده هنشرحه بعد شوية لكن المهم بالنسبة له مهاجم يقدر يستخدمه جوه البوكس مهاجم بيجيد اللعب الكرات الهوائية بشكل جيد مهاجم بيجيد التحركات في المساحات والتمركز في ظاهر المدافعين أو بنسمعنا البلاين سايد الجهة العامية دايما للمدافع ويجدي التمركز ده كان أرتور كابرال أرتور كابرال ده كان المهاجم الأساسي معاه مهاجم برازيلي طوله بلعب في بازل 187 سنتي المهاجم اللي بعده كان كريم أدمي كريم أدمي هتظهر صورته بعد شوية 189 سنتي مهاجم طويل جدا بيلعب برضه معاه في بازل طب قبلها بقى كمان في النمسا والصورة تظهر تواليا يعني ده مارك يانكو مارك يانكو ده مهاجم منتخب النمسا بي 96 سنتي على الشمال طوله هو 96 سنتي ده كان المهاجم الأساسي اللي كان بيلعب معاه روبين أوكوتي روبين أوكوتي نفس القصة 188 سنتي فهو الراجل دايما وفلسفته بيدور على مهاجم يجيد لعب الرأسيات لأن بالنسباله القراطة العرضية هيحل مهم جدا طب تعال نشوف بقى ده كريم أدمي تعال نشوف بقى لو الأرقام جاهزة معنا أو الجراف جاهزة معنا نشوف النادي الأهل السنة اللي فاتت عمل كم كروس طب كم كروس منهم كان ناجح طب سجل كم جول خلينا أقولك عبالما عبالما الأرقام تظهر معنا أنه الأهل يسجل كل الأهل السنة اللي فاتت عمل 891 كروس رقم كبير طيب قد إي منهم صحيح 273 30% رقم مقبول مش أحسن حاجة لكنه رقم جيد تام الأهداف الأهل يسجل 13 جول صحيح دي بس عشان أقول للناس صحيح دي يعني أنه وصلت للاعب في النادي الأهل جوه منطقة الجزاء يعني كروس تعمل صح ووصل في النهاية لمهاجم النادي الأهل أو اللاعب الجوه الثامنطاشر سواء كانت كرات سابتة أو كرات متحركة حسنو بس عشان بقى ليش نوضح الرقم دا صحيح أنه وصل للاعب في النادي الأهلي فممكن يبقى العرضية كويسة أصلا بس ما كانتش في حد جوه النادي الأهلي يستقبل العرضية أو استقبلها بوضعية غلط أو استقبلها من مكان غلط فلم تصفر عن خطورة مش شرط تكون العرضية سيئة يعني ممكن تبقى العرضية سيئة وعلى فكرة هو نسبة 30% نسبة جيدة مش سيئة يعني صحيح طيب طحيح اللي اتعمل بتين 73% تسجل منهم 13% أقل من 5% فانت بتتكلم هنا على أنه الطبيعي ما تبقى جيني النسبة طب طب لما جاي يتكلمك بقى على أرقام المهاجم اللي دور عليه كولر وخلي بالك لما جاي الناس قاعدت تتكلم على سوزة واتكلمنا على سوزة كان الراجل عايس وجينا شرحنا هنا سوزة كان الكلام كله لأنه الراجل بيشتغل كويس قوي في الكرات الهوائية راجل طويل قامة يقدر يشتغل عليك محطة بيتحرج في المساحة جول 18 مش المساحة بشكل عام ففي النهاية دي كانت المتطلبات الناس دلوقتي تحكم أنا ما بحبش الناس فكرة إن أنا أديك اللي ما أقول لك هو ده الرأي لأ دي دول المهاجمين اللي يشتغلوا مع الراجل دي أرقام النادي الأهلي فيما يخص الكرات العرضية واستخدام الكرات العرضية بعدين هجي لك ليه اللعيب هل هو اللاعب نفسه قادر هل هو اللاعب نفسه قادر يعمل ده هل مودست كان اختيار مناسب لفكر كولر ولا لأ ده اللي احنا هنجاوب عليه